اعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمل الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بتحقيق متسابق فريق البحرين بكتوريوس لترايفلون هنري شومان انتصارا مستحقا في سورسي جيمس أرينا بسويسرا وحصوله على المركز الأول واكد سموه ان الفريق يسير بخطا ثابتة نحو المزيد من الاهداف وموصلة حصد الانجازات الخارجية التي تصلت الضوء على مملكة البحرين تماشيا مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 مشيرا سموه الى ان الفريق يضم عناصر مميزة قادرة على موصلة العطاء في الاستحقاقات المقبلة واشار سموه الى انه حريص على دعم الفريق من اجل موصلة كتابة النجاحات في المحافل الخارجية متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للفريق في الفترة القادمة وجاء هذا الانتصار بعد حصوله على المركز الثاني في مونتريال جيمس ارينا قبل اسبوعين في ذات البطولة وقد ساهم في وضعه في قمة الترتيب وبذلك يكون شومان مرشحا قويا للفوز باللقب العالمي لبطولة الترايثلون الالكترونية في النهائي الذي سيقام في ارينا جيمس في لندن الشهر المقبل وتقام هذه البطولة بصورة مبتكرة بالاستناد الى نظام العاب الساحة حيث يشارك المتسابقون في ثلاثة مراحل في ثلاثة مراحل تشمل على مائتي متر سباحة في مسبح تبلغ مساحته خمسة وعشرين متر واربعة كيلو متر على الدراجة الهوائية وكيلو متر واحد جري باستخدام اجهزة ذكية يتم مراقبتها بالاعتماد على مستشعرات دقيقة وهذا الانتصار هو الاول لشومان بعد مروره بفترة صعبة في المرحلة الماضية تعرض خلالها لعدد من الاصابات والمرض بالاضافة لخضوعه لعمليات جراحية